اجل قاضي استيناف محكمة الخرطوم الصادق عبد الرحمن جلسة موحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الى السادس عشر من نوفمبر الجاري وذلك لغياب المراجع العام المطلوب للشهادة في جلسة اليوم بسبب وجوده خارج البلاد وانتقد القاضي بشدة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير على سير إجراءات المحاكمة بإثارتها بعض المواضيع المتعلقة بسير القضية محذرا وسائل الإعلام من السير في هذا الاتجاه وقال عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين في تصيحات صحفية في هذا الشأن إن الدفاع تقدم بثلاثة طلبات من بينها معينة الموقع الذي ضبطت فيه الأموال وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات مشيرا إلى أن المراجع العام سيحضر الجلسة القادمة لتوضيح الملابسات بشأن المبالغ المضبوطة ببيت الضيافة لافتا إلى أن الرئيس المعزول تصرف فيها للمصلحة العامة وانتقد الأمين وسائل الإعلام بشدة لإثارتها وقائعة اعتبر هذا تأثر سلبي على الشهود والعدالة وسير المحاكمة نتمي انتخاذ الإعلام في التنبؤ بنتائج هذه المحكمة بالإدانة وكذلك بتحديد الفترة التي يمكن أن يصلح فيها الحكم وهذا كله يؤثر على العدالة ويؤثر على مسيرة المحكمة وعلى الشهود الذين نأتي بهم إلى هذه المحكمة كذلك أيضا تقدمنا باقتغرير الأمم المتحدة ممثل الأمم المتحدة الذي زار السودان وأثره على الوضع الاقتصادي في السودان أثر المخاطعة والتي أثرت ومن ضمن هذا الأثر أن المبالغ تأتي نقدا إلى السودان ولا يمكن تحويلها نتيجة لأن كل البنوك تخشى من العقوبات الأمريكية التي تصدر تجاه كل من يقوم بتحويل أي مبالغ للسودان